نعمة الألم هي نعمة لا يعلمها الكثير منا بل دعونا نقول أغلبنا أعلم أنك تتساءل كيف للألم أن يكون نعمة هذا أمر غير معقول أعرني فهمك قليلا وستدرك معنى هذه النعمة أعدك بذلك دعنا نخمن ماذا لو فقد جسمنا الإحساس بالألم حينها يجب علينا أن نقيس درجة حرارة الشاي قبل شربه كل يوم حتى لا تتأذى أمعاؤنا بفعل الحرارة وعلينا تفقد أجسامنا كل مرة حتى لا نصاب بجروح أو كسور فنغفلها حتى تتعفن جروحنا ونحن لا نشعر علينا الذهاب للطبيب يوميا لنعلم بأن كل أعضاء جسمنا تشتغل بشكل سليم لأننا فقدنا الإحساس بالإشارات الناجمة عن الخلل في هذه الأعضاء وربما ترتفع حرارتنا أو تنخفض فتؤذي بحياتنا ونحن لا ندري علينا أن نراقب أيدينا بعناية أثناء الاشتغال بالآلات الحادة حتى لا تجرحنا ونصاب بنازيف حد ونحن لا ندري علينا تنصيب الكاميرات حول أنفسنا أثناء النوم ومشاهدتها في الصباح حتى لا تلسعنا أفع أو ما شابها ويسر السم فينا حتى يتخطر الدم في عروقنا ونحن لا ندري ويمكننا أن نصاب بالعم بسبب جفاف العين أو عدم إغلاقها في وجه خطر فيقضي عليها وغير هذا من فوائد الألم كثير بعد كل هذا أتمنى أنك فهمت معنى نعمة الألم وأن الألم الذي نهابه ربما ينقض حياتنا باستمرار ونحن لا ندري وأن الألم طبيبنا وناصحنا ومرشدنا إلى ما يجب علينا فعله وما يجب علينا تجنبه اشتركوا في القناة